بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نكمل تعالوا نعمل شوية سيكيورت شوية حاجة سيكيورت ان احنا نشيل URL ده خالص انت لما هتجي تطلع الكود بتاعك public لما هتحاول تخلق الكود بتاعك في production الى production يعني ما يفعش طبعا ان انت تخلي الكود كده اللي بكل بساطة انا شايفه ممكن لما انت هيجيت ترفعه مصر عن AFCS زيجي تهبه ويجيت لها بتبكت اي ان يكن بكل بساطة اي حد ممكن نخش على link الdatabase المفروض ان تبقاش كده اللينك اصلا ممكن ما يبقاش كده بعدين البورت نفس ما يبقاش كده فاحنا عايزين طبعا نشيل ده كله ونعدله ونحطه في .inf نحطه في .invariable نحطه في حتاته هنا كما احنا عملين البورت ده اللي احنا بنستخدامه في القابة وانا حتى برضو محتاجه dynamic فعايز برضو اعمله بالشكل ده عشان تبقى more secure شوية فانا هاجيين طبعا اليوريل متقسم عن ثلاث حتات او اربعة البروتوكول نفسه اليوريل نفسه او host name بمعلقة صح وبعدين عند البروت وعند اسم data base عندي اربع حاجات فانا هاخدهم كده كوب ازاي ما هم وهاجي اعدل هنا في .inf وهقوله اقول حاجة هنا بس ال data base data base variables اقوله هنا db underscore protocol name اللي بيقل mungo db اقوله هنا db mungo roster name اللي بيساو انسابان وكالو roster تبتعين اللي بي db underscore port هقوله port وهقوله db underscore name وهقوله ده كل اللي اعمال له دلوقتي ان انا هاجي هنا وهستدعي في الحتة دي انا اريدي زي ما قلت انا بستخدم e6 يعني حتى هنا انا بستخدم e6 بستخدم الشورت هند بتاعة ال object في اللي هو مثلا لو ال key نفسه value يعني انا عندي key اسمه db وبالي بتاعته هو variable اسمه db فالجهر سكريب بتقولك لا اشيله خلاص يفضلك انا عارف ال a6 انتو مش عارف حاجزة دي ممكن اشوفها عندنا في القناة هتلاقيها بستخدم ال arrow function مثلا ونفس وقتا هستخدم template string واعطيكم نرى طيب هبلي كده نرى بستخدمها تعالوا نشغل دي بنفس طريقة template string هنعمل نفس الشكل ده هعمل ال back take وهقول اول حاجة انا ممكن ايجي هنا واعمل process dot end هعمل اتكون نست هنا هسميه end بس عشان نشكل شوية اكتب process dot end واعمل هنا end dot عندنا اول حاجة db protocol name بعدين column protocol في او هنا نقصة protocol مزوج كده انا بس نحطه هنا بعدين هنعمل comma slash slash بعدين هنعمل end dot db underscore host underscore name بعدين هنعمل column نقصة هنعمل dot db underscore board بعدين slash هنقول inf dot db underscore name وكده الشكل ده هو هو تقريبا نفس الشكل ده ممكن طبعا نعمل حل احسن من كده ده 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 ما حضله طرمنا نعمل test وفي نفس الوقت احنا عارفين url وكل ده ممكن نعمل هنا نعمل db underscore ur oi وعن equal ممكن نحط ده كله جنب بعضين نفس اللينك ده تعال ناخد اللينك ده كده هو هو ونحطه هنا تقسمه كل حاجة ممكن نيجي نستخدمه هنا بس بس خلي ده لازم كنا عارف ان ده كده يعتبر string تمام فتعالك نحطه من double quotation اضمن مبادر ان ده كله ممكن نجدها من brust.tmd تقسمه نشيل ده كله نر brust.tmd underscore uroi ده طرعتين لو انت عايز تعسامها او لو انت عايز تجمعها في نفس الوقت تعال نشغل السيرفر تقسمه تعدى تابيس خلاصة من غير اي مشاكل كده تمام كده نفعش اي مشكلة بالنسبة لنا كده بقى خلاصة نخلصنا رفاكتور انا شايف ان ده رفاكتور كويس نحن نقسم الحاجة بتاعتنا ممكن تشيل بيانات ترامن احنا مش بنستخدمها ممكن تشيلها تفضل ان هي تبقى احسن او ممكن نقسمها ونستطيعها زي الاول بس افضل ان انا اخليها كده وخلاص منش هيدورنا في حاجة ان احنا نخليه به الشكل ده خالص حاليا حتى الان ممكن نقسمها ممكن نساعد الـ variables جوه و variables اصلا وده هيساعدنا اكتر واكتر بس انا شايف ان مفيش اي داع لده كله دلوقتي